مليت، كرات، تزيرت، تضغط، ما بقيتش قادر نكمل، سترس قتلني وما بقيتش قادر نفوت نهار واحد بلا ما نفكرك غادي ندير نهار الامتيحان، واش غادي يجيني ساهل ولا صعيب، واش بعد غادي يقدني الوقت باش نكمل بخيباراتي ونمشي الامتيحان واشت، فغي مو ما بقيتش قادر نركز كتر، حتى فاش كنجي نحفظ كنسها وما كنقدرش نركز بكترة الخلال، راعي يتبهت سترس السلام عليكم مرحبا بكم فيديو جديد معكم سالمة غامي اليوم ان شاء الله جيت باش نعطيكم نصائح اللي تخليكم تغلبوا على التوتر وما شي هو اللي يغلب عليكم وبغيتكم ان شاء الله من بعد ما تخرجوا من هادي الفيديو تخرجوا ماينسات جديدة اللي تخليكم قادرين تحكموا في الخلعة اللي كتمنعكم من المراجعة ذاك شي علاش اول حاجة بغيتكم تفهموها هي انه سترس شي طابي بحيث انني كنت شتواحد الفيديو دار واحد دراسة على ناس مراجعين وناس اخرين ممراجعين ومن بعد ما قرنوا النتائج بيناتهم لاحظوا ان الناس اللي مكانوش موجدين وممراجعين ما بينوش علامات ديالسترس الكبيرة علاش؟ حيتاش ما كانوش مراجعين حيتاش ما بدلوش واحد الجهد اللي خافوا انه يضاع لهم ما عندهم ما يخسروا فالك انتي ما متوترش وما خايفش نهائيا من الامتحان كنقولك نوت جمع المكفى نوت راجع شوية اما بالنسبة الناس اللي لقاوهم متوترين شوية ومخلوعين فكانو هما الناس اللي راجعوا وهما نفسهم الناس اللي جابوا نتائج ممتازة حيث كيكونوا بدلوش المجهود في البرباراتيون وبالتالي كيكون عندهم واحد شوية الهاجس او الخوف انه هو ذاك المجهود يضاع لهم او لا كيما نقولوا يتضرب لهم في الزيرو وهذا الشيء اللي معمرو يكون بالنسبة الانسان اللي كيكون راجع مراجعة صحيحة لكن هنا خسوكم تحرفوا ان هالتوتر اللي كنهضر عليه خسو يكون معتدل واللي كنسميوه بالتوتر الايجابي اللي كيخلينا نوض ونزيد ونخدموه ونجتهدوه باش اننا نوصلوا لمبتغادينا ونوصلوا النتائج جيدة اما التوتر السلبي اللي غادي نحاول نعطيكم النصائح اللي تخليني انا وياكم اننا نتجنبوه ونبتعدو عليه هو التوتر اللي كيهدفعنا اننا نوليو ويحد من الانتاجية دينا ويشلل حركة دينا وبالتالي ما يخليناش نراجعو ديك المراجعة الصحيحة وحتى الي جينا نحفظوه في بلاست ما نحفظو شي درس في ساعة كنصدقو ديني فيك التوايع ويالله ماكملناش حتى النص ديالو لذلك باش نقدروه اننا نجتنبوه فكنسحكم اولا الايمان بالقدر خيره وشرك بحيث تخصكم تعرفوا وتكونوا متأكدين ان النتيجة اللي غادي تحصلوا عليها فراها مكتوبة عند الله تعالى وهذا الشي اللي غادي يخلي قلوبكم مطمئنة وما يغلبش عليكم التوتر والقلق بحيث انه إذا كنتم مؤمنين بهذا القضية فتيقوني انه غادي تعرفوا ان هذا الجزء البسيط من الامتحان الدنيوي ما كيستهلش هذه الخلعة كاملة ولو احتاج جزء منها وبالتالي ما غادي تجيبوه غير اللي يكتبو لكم الله ولكن عندكم الفرصة انكم تعليوا من المعدة لديكم بالاجتهاد والدعاء لله تعالى حيث كما عارفين بانه يغير الاقدار ثانيا خصك تعرف انه ماشي بوحدك اللي مخلوع وحاول كل ما جاءتك نوبة الحلع والخلع من الامتحان تفكر انه ماشي بوحدك اللي غادي تدوز الامتحان وكل شيء كل شيء الاصدقاء ديالك رادي تلقاههم مخلوعين ومسترسيا وهذا القضية كتنفعني انا شخصيا حيث انه كل ما كنت خلع كنت تفكر انه ماشي بوحدك قاعد اصدقاء ديالي مخلوعين وهذا الشيء يمكنكم طبيعي وهذا الشيء اللي غادي يخليكم تزيدوا التق وفراسكم وتنقصوا من الخلع واللي ما عندها حتى فائدة سوى انها كتعرق للكم الخدمة ديالكم وتخليكم أما الحاجة الثالثة اللي غادي نسحكم بها هي الخدمة ثم الخدمة بحيث انه كل ما حسيت فراسك مخلوع موض وخدم وتلاحف في السيطوائشن وتما خدي تبقى بلا ما تحس بزيد تقف فراسك شوية بشوية وتولي انت تتسرسي للك ماشي العكس اما الى كنتم ما كتقدروش تراجعوا وكتسهاوا في الحفاظه وبلا ما تحسوا كتلقوا راسكم تفكروا في الامتحان فكنسحكم انكم تحددوا واحد ساعة او ساعتين للدرس اللي راكم بغي انتراجعوه بحيث انكو تدخلوا في تحدي مع راسكم انه ما تسالي ديك ساعة حتى نكون كملت الدرس اللي راني بغيين نحفظه وهنا بحلة كتكونوا كتخاطبوا دماغكم وكتقولوا لو شوف ركز معايا دابا فهذا الساعة او ساعتين اللي غد نكمل فيهم هالدرس ومن بعد روحة سيدي فكر فش ما بغيين يعني فاش تبدا ديك الساعة ديال المراجعة ديالك ضرب الدنيا بركلة او رمي علي كلهم وهكا تبقى شوية بشوية تتولف وتكمل نهار ديالك باقل شروض واكثر انتاجيا ان شاء الله واضافة لكل هاتش اللي قلتكم منسوش اهمية الانتحانات والتطبيق لكتساهم انها تحيد عليكم الخلعات وهنا جبت لكم واحد المنصة مدفوعة والتي اسمتها انتحاني وتواصلت معايا وقالت لي على انها كيعاونوا التلاميذ بشي تخلصوا من استرس يوم الانتحان الوطني او الجهاوي وذلك بانها كتحطهم كما كنقول تحت الامر الواقع وتخليهم يمتحنوا انفسهم ويستنسوا مع اجواء الانتحان وذلك بتقديم امتحانات تجريبية سواء بالنسبة لتلاميذ المقبلين عن الوطني او الانتحان الجهاوي اضافة انه سيكون الفرود عليكم انكم تكملوا الدروس لكي تفهمتوا هذا الامتحان التجريبي وبالتالي ستكونوا سالية المراجعة قبل الامتحان الفعلي بعيدة ايام اضافة ان هذا الامتحان التجريبي سيجعلك تفهم راسك نهار الامتحان وتبني خطة واضحة كيفية التعامل مع كل المادة اما بالنسبة للنتائج فستتعلنوا عليهم يوم السبت 25 يونيو والهدف منهم انهم يقدموا جوائز بالنسبة لتلاميذ المتفوقين الاربع الاوائل من بعد فترة صحيح الاجابات التي ستكونوا قدمتها على شكل بدأة وكل شيء مقابل ثمان مئة وعشرين درهم وذا بايننا معي ندخلوا الموقع باش نعرفوا معلومات اكتر ونوريكم طريقة تسجيل من بعد ما كتدخلوا الليان اللي حتيت لكم في صندوق الوصف كتتحلكم هاد الواجهة اللي فيها تاريخ انتهاء التسجيل بالنسبة للأولى باك وبالنسبة للثانية باك هناك الهدف ديال هذا للمنصة والجوائز التسجيعية اللي كاينين وهنايا غادي تلقاوا برنامج الامتحان تجريبي بالنسبة للأولى باك كتوطاوا هنايا إلا كنتوا أولى باك إلا كنتوا التانية باك هنايا كتختاروا الشعبة ديالكم مثلا علوم فيزيائية هنايا كيحددوا لكم الأيام فوقاش والساعة فوقاش غادي تفوتوا كل الامتحان فكما كتشوفوا الامتحان غادي يبدأ نهار الاثنين ستة يونيو الفين واثنين وعشرين هناك تلقاوا طرق الدفع للمعلومات ديال صاحب المنصة وهنا الواتابي إلا بغيت تستفسروا أو تولوا على معلومات أخرى كان عندكم استفسارات تقدروا تواصلوا معاهم هناك كيفية الجياز مهم ها تلقاوا المعلومات أخرى هنايا كما قلت لكم غادي تحطوا الأجوبة ديالكم على شكل وإعلان على النتائج غادي يكون يوم السبت 25 يونيو من بعد إلا بغيتو هنا تشاركوا في الامتحان كتوطوف المشاركة في الامتحان هناك تحطوا الاسم الكامل ديالكم هناك البريد الإلكتروني ورقم الهاتف تحطوا المستوى الدراسي ديالكم أنا بالنسبة للتانية باكالوريا علوم فيزيائية كلمة المرور وهناك تأكدوا كلمة المرور مهم غادي نحاول نعمر هاد الفوغ ميلاق وغادي نولي لكم هنا من بعد ما كنكملت الفوغ ميلاق ديالي وعمرتو كان وطاع لإنشاء حساب هنا من بعد ما كتكونوا فتحتو حساب على المنصة هذا الحساب ما غاديش يمكنه يتفعل إلا من بعد ما تخلصوا هاد الواجب اللي هو 120 درهم وآخر أجل بالنسبة للتانية باك هو الأحد 5 يونيو هنا كما كتشوفوا عاطينكم برنامج الامتحان التجريبي الامتحان المقبل اللي هو أول امتحان غادي تفوتوه بالنسبة اللي بغاية انخارط هو الانفيزياء والكيمياء وهنا كينتوجيهات عامة اللي غادي تعاونكم بشفوتو هاد الامتحان في ظروف مناسبة من بعد ما كتكونوا رسلتو مبلغ هاد الحساب سواء ساي اياش ولا كاش بليس كت كما هنا مكتوب ارسل صورة لتوصيل او رمز المعاملة المستلم من كاش بليس كتتصوروا ذلك التوصيل اللي كيبين انكم دفعتوا هاد المبلغ لهذا القونت وكترسلوه لهذا الرقم عبر الواتساب اللي هو هذا او لا كتوطو مباشرة على هاد الايقونة دي الواتساب وكتصفتو له الاسم الكامل البريد الالكتروني وتوصيل اللي كتبينوا فيه انكم دفعتوا هاد المبلغ وهكا كنكونوا سالين الفيديو ديال اليومان نتمنى عجبكم الفيديو ونتمنى تكونوا استفتتو من هاد النصائح اللي اعطيتهم لكم وتطبقوهم اهم حاجة تطبقوهم ماشي غي تتفرجو هاد الفيديو على الاسترس وتتفرجو هاد الفيديو عو تانيك على الاسترس وما تطبقوه له ما تنسوش تبرتزو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم كنتمنى لكم حض موفق في الامتحانة ديالكم وتنايا دعوه معايا نتلاقاكم في الفيديو الجاي في امان الله اشتركوا في القناة